السلام خير على حضراتكم ويوم جديد وحلقة جديدة من الطريق الثالث الطريق الثالث في الحقيقة احنا دايما بنحاول ان احنا نكون معاكو على مسافة بينية لسنا معا ولسنا ضد ولا نكون معا ولا نضد ولكن في النهاية فيه ميزان بنحاول ان احنا نكون عليه ميزان عقل ميزان منطق ميزان ممكن نقول من الوطنية بمكان في الحقيقة عايز ابدأ مع حضراتكم بس الناس دي يجي بس كده ونبتدي ان احنا نتكلم ونسمع بعض وارجو ان انتو لو سمعين تقوليلي الصوت كويس بقى كويسة كل الكلام ده لان احنا طالعين من البيت طبعا بسبب ظروف الكورونا زي ما حضراتكم عارفين حصلت أزمة المحور او الكوبري اللي هيكون في شارع ترعة الزمر طبعا كلنا عارفين بدأت الصور دي تنتشر اللي حضراتكم شايفينها دي على الفيسبوك وبدأت الناس تتكلم وبدأت الناس تقول ياريت كل الناس تشاير بعد اذنوكو يعني اصو زعبته بعد اذنوكو في كل الجروبات وبدأت الناس تتكلم وتقول شايفين الكوبري دخل في العمارة الكوبري دخل في البلكونة ده انا العربية تدخل تشرب بعيه شاي ده انا مش عارف ايه بدأت الناس تتكلم طيب مش دي صور بدأت الناس تانية تدخل وتشكك وتقول لك ده فوتو شوب ده مش حقيقي اللي انتو شايفينه ده دي مش عارف ايه اللي بيعمله مش عارف مين ومين بيعمل مش عارف ايه ومين بيخلي ايه بدأت الناس تتشكك وبدأ الفريق ده اللي احنا هنسميه النهاردة فريق المبرراتية اللي هو ازاي تكون حمار عمرك شفت حلقة بعنوان ازاي تكون حمار حلقتنا النهاردة بعنوان ازاي تكون حمار اللي عايز يعرف يعني ايه حمار يتفرج علينا النهاردة ميزان وبدأت ناس تقول لك ده فوتو شوب واللي عامل ده 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 الناس خوانة وده الناس ضد البلد وناس مش عايزين مصلحة للبلد وتعالوا شوفوا الصور الحقيقية تعالوا عم نشوفوا الصور الحقيقية اللي هو معرضوها دي الصور اللي كانت بتتعرض اهي اللي هي فعلا ان ان الكبري ملاصق لل للبلكونات بتاعت الناس لا ازاي دخلت بقى الناس المبررتية الناس اللي هي شغلها انه هو بص بقى وادي الصور وادي المحور وادي الكبري شايفين بعيد ازاي عن الاعمارات شايفين بعيد ازاي مش عارف عن الا طبعا دي الصور اللي هي الملاصقة وبدأ ان هما يحسسوا الناس ان فعلا الصور اللي تزاعت في الاول وان الكبري الملاصق للامارات ده مش حقيقي وهو وادي الصورة الحقيقية وادي الكبري الحقيقي وادي مش عارف ايه لحد ما بدأ الموضوع ياخد حجم تاني وبدأت الناس تؤكد ان الصور حقيقية مش متفابريكة يطلع المبررتية يقول لك اه دي الصور ودي متفابريكة الصورة دي متفابريكة مش عارف فين ومين بره مصر بيعملوا مش عارف فين ايه ومين جوه مصر اتفضلوا وشوفوا الصور الحقيقية ويعرضوا لك الصور اللي انت شايفها دي وتبص على الصور تقول ايه فعلا ما الكبري بعيد اهو عن الاعمارات ايه الناس الوحشة دي اللي كانت العيزة تتخلين نقول ان الكبر يلازق في البلكون كبر ايه اللي يلازق في البلكون هو ما فيه مهندس يعمل планه طبعا اه ما فيه مهندس يعمل 개미 لان الال اللي عامل كل شيئا النيارضا品 فريق يقول لك الصورة ايه ملاصقة لالعمارة وملاصقة للبلكونات وفريق تاني يقولك لا ده بعيد ما تصدقش ده فوتوشوب والصور اهي ودي الحقيقة والعمارات بعيدة والكبر بعيد وطبعا الناس محتارة الناس محتارة تصدق مين لحد مجرأة ايه حتى كده بدأت الناس تستميل لها شوية بعد عرض الصور دي ويقولك ده الكبر بعيد اهو شايفين المتعمرين الوحشين الخوانة وهجالك دلوقتي على فكرة الخوانة دي مين الخوانة وهنطلع وهعرف حضراتكم مين الخوانة اللي بجد وبالتاريخ والمخابرات اللي هتعلمنا مين الخوانة بدأ يبتدي الموضوع ياخد زخم رأي عام بدأ الموضوع الناس عايزة تعرف الحقيقة فين هو فعلا في كبر يلزق في البلكونات كده ولا الموضوع مش كده بدأ يطلع سيادة اللوة رئيس الجهاز المركزي للتعمير في التلفزيون ويتكلم وبدأ يقول لك احنا هنعوض العمارات المرخصة والمش مرخصة احنا مش هنديها تعويض لحد هنا نفهم ايه؟ نفهم ان فيه عمارات مدارة ان فعلا المشهد اللي احنا شايفينه ده اصبح حقيقة او يقترب من الحقيقة او احنا بنقرب ونعرف مين كداب ومين مش كداب مين صح ومين حمار وهنعرف قصة الحمار دي لدلوقتي فيه ناس على الفيسبوك بتلاقيه كده بيتطوع في الدفاع لحد ما طلع وشوفنا المشهد ده تعالوا نسمع مع بعض ده رئيس جهاز التعمير طلع في التلفزيون مع مع عمرا اديب طلع بنفسه ومع مين؟ مع عمرا اديب اهو وقال له مفيش حد هيدار سامعين؟ حد يعالي السماعة دي سامعين؟ ربع مليار جنيه علشان نعوض هذي المنشآت سامعين بنفسكو؟ ياخد فلوس ويمشي سامعين بنفسكو؟ المخالف؟ ملوش حاجة عندي مش دي قضياتنا دلوقتي بس اسمعك حتة مهمة قوي مشكلة المحليات مشكلة سيادة اللواءات اللي قابلك اللي كانوا محافظين عايز تقول كده بس انت محرج بس هي دي الفكرة هو الراجل محرج يقولك دي مشكلة السادة اللي وقات المحافظين اللي قابل مني احنا بقى بنقولها لك عندنا الشجاعة ان احنا نقولها لك ان هما شافوا عمارات طلعة وهي مخالفة ومخالفة للتنظيم وللتخطيط وسكته سكته ازاي؟ عن طريق السوس اللي بينخر في جسد مصر الموظفين الصغيرين اللي بيعادي ياخد رشوة اللي بيعادي ياخد اكرامية اللي بالليل بيعاعد على القهوة مع مهندس العمارة والمقاول وبيضبط حاله مش ده اللي بيمشي اه هو ده اللي بيمشي طب احنا عارفين الكلام ده؟ اه احنا عارفين الكلام ده الكبير والصغير عارف ان الدنيا بتمشي كده طب فين السادة اللي وقات المحافظين؟ عملوا ايه؟ ما كانوش بيعادوا من الشوارع دي؟ هي الشوارع دي مش من اختصاص حضراتهم ومش من نطقهم ان هما يعدوا يمروا عليها ويشوفوا المخالفات بعنيهم ويمروا يفتشوا على الموظفين اللي بينقصين المرتشين اللي معروفين ان هما مرتشين؟ ما كانوش بيعادوا ليه حضرتك؟ ولا كانوا بيعادوا ويسكتوا؟ ولا كان منهم؟ كملوا انتوا بقى مظبوط كده؟ احنا لحد دلوقتي مشين مع بعض كويس قوي احنا لحد دلوقتي مشين مع بعض كويس قوي تمام؟ الراجل اتكلم وقال الكلمتين وتمام التمام بعد كده طلع المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء البوست بتاعه وهو وقالك ربع مليار جنيه هنعوض الناس لحد ما جات بقى اللي انت هتشوفه ده بالصوت والصورة بالصوت والصورة تشوف حضرتك؟ شايف؟ ده في ملكونة تحدم دلعمارة الخشب بتاع الكوبري في ملكونة تحدم العمارة يعني ممكن يوقف معه ويشرب شاي وينوت البلكونة وها دي الرخصة وها دي الرخصة وها دي الرخصة الرجل ماتت يده وشايف الكوبري مسك الكوبري وممكن حدثة تدخل وممكن حدثة تدخل الصالة في الشقة دي يعني ممكن يلاقي الميكروباس داخل عنده في البيت ايه ده يا جماعة احنا مش رحين الكيزة لو والله احنا مش الكيزة ده احنا لسه في الفيصة هديك زي ما انتا شايف بها فنة طب يا جماعة ماليش بعد الزجوش لانتا القطرية عشان نليفه ونركع تاني اهو اطط اهو الراجل اهو ومين اللي زايعه مش هقولك ده اليوم السابع مش هنيتباه اللي انتا شايفو ده منعلى اليوم السابع يعني فاعلا الكوبري داخل في الامارات يعني فاعلا الكوبري داخل في بلكونة الناس مش حارف اهو المشهد زي ما حضرتك شايف بعنيك يا مؤمن وبكاميرا اليوم السابع هنا بقى عايزين نقف وقفة الناس اللي تطوعت وبررت وبدأت تبرر وتقولك لأ دي ناس مخربة ودي ناس مش عارف ايه في الحتة البيانية دي كان فيه مشهد عايز اقولهولكو جابوا مشاهد من بره جابوا مشاهد من دول من بره ان كوبري فيها داخل في عمارة وهتشوفو دلوقتي وقالك هو انتو ايه هو احنا بدعة ما كل دول العالم الكبيرة والمتحدرة فيها كباري بتخش جوه العمارات وفيها كباري بتطلع من البلاكونات وفيها كباري بتخش الصالة وتطلع من الصالون ايه يعني؟ بعد ما فشلوا في اثبات ان دي فوتوشوب بعد ما فشلوا في اثبات ان العمارات دي مخالفة بعد ما فشلوا في كل التبريرات بدأوا في تبرير وايه يعني؟ ما فيه دول في العالم العمارات بيطلع منها كباري تبقى ماشي كده تلاقي نفسك دخلت جوه عمارة يا سيدي ماشي بس انت عارف ايه ظروف ده؟ ان اللي كان له شقة هنا خد تعويض ولا مخدش؟ وبعدين دايما تلاقي فيه ناس عندها اجتزاء من التجربة الغربية يجي للحاجة الوحشة ويقولك اصل الغرب بيحصل فيه كذا 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 ما تخد لي التجربة كلها ما تخد لي التجربة كلها خد التجربة كلها بحلوها بمرها مش تاخد الوحش اللي فيها وتقول لي اهو انت مش عاجبك ما هو بره بيعملوا كذا كذا يا سيدي خد لي التجربة كلها خد لي التجربة بمرتباتها با اجازاتها بسلطاتها با بغنوجها يا سيدي خدها كلها كده التجربة بحلوها بمرها إنما لا تكتزئ من التجربة الي علي مزاجك ما تاخدش من التجربة الي علي مزاجك وتسيب الي انت مش عايزه شفنا ؟ هنا الحديث بالنهاردة عن الحمار الحمار اللي شغال حمار و بلا أجر ازاي؟ في مجموعة الناس قيادات قيادات كده هي مش قيادات بمعنى قيادات هي بتقود عمل يبتدي يخش على أي هيصة ويبتدي ان هو يشكك، يبرر، يقلوز العامة، يعمل أي حاجات من دي ده بياخد أجر على كده ده معلم، كل الناس اللي بدأت تقول لك ده فبراكا وده فوتوشوب وده موتوشوب وده مش عارف ايه ده الناس اللي بتقود هذا العمل العمل الفيسبوكي، اللي هو السوشيال ميديا الناس اللي بتاخد أجر على الكلام ده يجي الحمار بقى اللي من غير أجر وخلي بقى لك ده ممكن يكون مقتنع أو غير مقتنع هو بالنسبة له مهنة بيقديها ده مش حدثنا دلوقتي، حدثنا عن الحمار اللي يجي داخل عند ده ويجي عامل شير ويا خاوة انا يا وحشين يا قللات الأدب ياللي بتشككو، ياللي مفيش حاجة مندي يا فوتوشوب يا موتوشوب انت حمار على طول لأن انت نسقت ورا واحد شغلته انه هو يغسلك دماغك، شغلته انه هو يلففك حوالين نفسك نفس الحمير دول هم هم على فكرة ما بيختلفوش وما بيتغيروش وما بيتعلموش وده الأهم كل مرة يطلعوا حمير بيتعلموا أبدا أخرها في كورونا، بلاش نروح بعيد يا عم شايف الشنطة اللي مع الوزيرة دي، وهي رايحة الصين ده العلاج يا معلم، احنا اللي هنعالج الصين واحنا اللي عملنا علاج كورونا، واحنا اللي هنش في الصين الكلام اللي هم قالوا يودينه في داهية لو فعلا احنا كان عندنا علاج وروحنا بيه للصين دون بقية العالم احنا كنا هنروح في داهية، فعلا يبقى دي الدب اللي قدلت صحابها وبرضو متعلموش ورجع تاني طالع عندنا بيان رسمي ان احنا ما عندناش علاج للكورونا والله يا جماعة ما عندنا علاج للكورونا يا اخوانا، قال لك والله ما عندنا علاج للكورونا لا إله إلا الله طيب، نيجي برضو في قزمة الكوبري يطلعوا، يأكلوا، يأكلوا الناس أكل ويدفعوا، ويبرروا، ويع يا ابني ما تهدأ، يا ابني انت بتاخد على ده أجر لا، أنا حمر متطوع الحمر اللي انت شارت منه، ده أخد فلوس أنا أعرف ناس مرتباتها بتوصل لاربعين ألف جنيه قاعد في بيته فقط للفيسبوك وواحد تاني لتويتر، وواحد مش عارف لإيه دول بياء، والله أقسم بالله وحق الشهر الفضيل أعرف واحد منهم مرتبه أربعين ألف جنيه هو شغال كده، دي شغلته وتيجي تقعد معا كده قاعدة ودية، تلاقي حاجة تانية ودماجه حاجة تانية خالص بس على الفيسبوك حاجة تانية خالص أكل عيشه بقى معلم فأنت شغال تنقل من دول؟ دون وعي، دون إدراك وموقف دماغك طب انت هيديرك ايه؟ لما يطلع في مهندس غلطان وعمل تصميم غلط او رئيس جهاز عمل تصميم غلط ايه المشكلة؟ ايه القضية؟ البلد تقع تسقط يبقى البلد دي بلد فشلة؟ المنظر ده يفش البلد؟ مش للدرجات دي هو هو ممكن يكون عنوان فشابه اللي عملوه بس احلقته ياسيدي يقول اطلع اه غلط ياسيدي اطلع اصدح بكلمة الحق اصدح بها سطعا كده يعني وسطحا ايه يا سيدي؟ انت لو دي شقتك هترضى؟ المصلحة العامة علينا كلنا وانا اول واحد يقولت عظيم سلام للمصلحة العامة بس المصلحة العامة لها ضوابط اجي على الراجل ده اقول له تعالى انت اشتريت الشقة دي مرخصة زي الراجل ده ما بيتكلم وورك الرخصة وورك الرسم تعالى يا عام احنا هنعوضك الشقة دي قيمتها قد كده خد فلوسها وشكرا مع السلامة عشان احنا هنعمل كوبري ونعمل الكوبري مش نعمل الكوبري وانطلعه قدام عمارة الراجل ونرجع نقول له ونرجع نقول له احنا بقى هنعوضك هنا بقى ما تبقاش عوض هنا هتبقى مساومة ما هبوس الكوبري اتعمل الخارسانة تصبت وشوية وهيجي بتاع الاسفال تيصب هتاخد المبلغ ده اوكي مش هتاخده اضرب دماغك فلحيت والراجل خلاص با يا هياخد ويخسر شقة عمره يا هيضرب دماغه فلحيت ويعيش مع عدم العربيات ويعيش مع الميكروباسات الرائحة وعلى فكرة ده محور حر يعني ممكن يبقى فيها عربيات تريلات عادي جدا وانتوا عارفين الحوادث القسم المشترك فيها تريلات انت متخيل تبقى انت قاعد كده في البلكونات اقول لك على حاجة انت ممكن تحولوا بقى البلكونات ده لمحلات كويتش مثلا او لكشاك سجاير وحاجة سقعة برغم يعني بلاش السجاير والشوكولتات وحاجات ومية وكلام مين ده او تحاولوا بقى استراحات قد على الطريق البلكونات دي تلاقي مثلا اتنين بيتكلموا بعض تعالوا نتقابل عند البلكونات الفلانية بلكونات الاستاذ فارس لا 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 قابلني عند بلكونات الاستاذ عزت في الاعمارة اللي قابليها اصلا عندهم شاي كابوس وانا عايش شاي كابوس ايه دعم احنا فيه احنا فيه وكان في بدايل المشكلة ان في بدايل ان انت ممكن تعمل بدايل والناس قالوا البدايل في نفس الفيديو ده الراجل اللي بيتكلم ده او اللي قابليه قالك ما احنا ممكن نعمل حرطين فوق بعض ونبعد عن العمارات ما احنا ممكن نعمل نفق ونحمل عمارات ما الفلوس اللي هتدفع للتعويضات الربع مليار اللي تم رصده للاراضي اللي هيتم سحبها ده غير العمارات خلي بالك الربع مليار ده ده لجنة الوحده هتعملت وخلاص وانتهت لنزع ملكية 20 الف متر مربع غير العمارات دي ايه يعني التعويضات دي ممكن تصل لمليار جنيه هل المليار جنيه ده مكانش يكافي ان احنا نعمل نفق والله بس سؤال للناس المتخصصة انا مش هجاوب انا بطرح السؤال لو قلنا المبلغ هيوصل لمليار مكانش يكافي ان الناس ممكن تعمل نفق ونطلع من الازمة دي نستنى الرد نرجع تاني للحمار انت مصمم ان انت تبقى حمار لحد امتى انت مصمم ان انت تفضل كده لحد امتى ما انتش ناوي تعمل عقلك اللي ربنا جعله اعلى حاجة فيك لعلوه وخيمة العقل ومكانة العقل وجعله اعلى حاجة فيك كده من العلوه وانت بتدني العقل وتجعله تحت قدميك ياريت تحت قدمك انت انت بتجعله تحت اقدام اللي بيشغلك اللي بيدوس على الجرس ويشغلك اللي بيقولك شي وحا وانت بتنقاط اللي بيقولك شي وحا وانت بتنقاط بعد ده كله بقى تعالى نسمع فين الناس دي ملوهمش صوت انتو فين يا ناس لا والله احنا بدنا التزم الصمت لا الحمار الصغير تلاقيه ولا الحمار الكبير تلاقيه هو عمل البلبلة وشتت المجتمع وبدأ يعمل تشتيت وبدأ يعمل تشكيك بس في النهاية التشكيك بيجي على دماغ مين؟ على دماغك انت يا حمار شكلك ايه دلوقت؟ شكلك زي صرصار الغيت انت فين؟ ما تلاقيهش ما تلاقيهش بعد ما بيتكشف وبعد ما بيبان خبته وبعد ما بيبان كتبه وبعد ما بيبان تلفيقه ما تلاقيهش واخد بالك ما تلاقيهش خلاص والله يا سيد الحمد عندك حق وما اكثر الناس ايه؟ سبحان الله ام المؤمنين قلة ربنا قال كده في القرآن ولا يبني بيه إلا قليلة سبحانك يا رب هو الحق لا يؤمن بيه إلا قليل يا اخي ده احنا نقترب من المسيح الدجال والله لن يجد المسيح الدجال جهدا لن يجد المسيح الدجال جهدا والله والله كما مرة ده جاية والارض ممهدة له تمهيد غير عادي ده زا كان حتت بتاع كاتب على الفيسبوك يشوه الحقيقة الناس بتصدق وشير وبص الخاين وبص العميل والكبري مش كده والكبري كده والناس بتصدق وما لما يجي المسيح الدجال اللي هيوحي ويميت اللي هيقتل واحد ويقسمه بالنص ويرجعه تاني للحياة عايز كل الحمير دول لا تؤمن بالمسيح الدجال إن أنصار المسيح الدجال ما أكثرهم وستجد أكثرهم من هؤلاء الحمير سبحانك يا رب سبحانك يا رب بمناسبة بقى الناس اللي ممكن تكون بتنتقد بتنتقد مشهد زي ده بتنتقد كبري تعمل غلط بتنتقد طريق ده في كبري بتاع سهاج لسه ما تسلمش وانهار ده في طريق أسيوت الغربي أنا كنت فيه والله بقريب تشوف الطريق تحزن طريق بالكامل لما جات السيولي الأخيرة الأسفال تطالع منه كده لا تعمله لبشة ولا أرض الدكت كويس ولا شربت شوية مية حتى عشان ينشفوها طريق كامل طريق بالكامل منهار 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 بمعنى منهار لما تيجي تتكلم فدت بقى أنت خاين وعمير سبحانك يا رب إنما لما تيجي تسقف وطبل وتنافق هي دي الوطنية وبكل أسف من يدعو الوطنية هم أكثر الناس ضد هذا البلد عارف حضرتك أنا أحكي لك قصة او الله أحكي لك قصة كده قصة من مسلسل رقفة الهجان مسلسل رقفة الهجان اللي هو رفعة الجمال لما كان مطلوب منه تجنيد بعض الناس فكان وضع أسماء الناس لما كان بيقعد في الأعداد والصهارات بقى والناس بالليل مع بعض فكان بيلاقي ناس بتنتقد الحكومة الإسرائيلية ونقض لازع ونقض شديد زي ما كنا بيشوفوا المسلسل كده السيرين أهروني وغير حتى أسماء دول فظابط العملية قال له اوعى المعارضين هؤلاء هم أكثر وطنية اوعى تيجي جنبي دول هم دول الأكثر وطنية اوعى تجند منهم حد كان رفعة الجمال يعني حديث عهد بقى بالمجتمع الإسرائيلي وحديث عهد بالعمل المخابراتي وكان طبعا تلقى تدريبات وتدريبات يعني برضو لا بأس بها ولكن سياسيا ما كانش برضو عنده الحس الكبير قوي اللي يخليه يوصل للحتة دي إنما السقر اللي كان بيدربه وسقر العملية بتاعه بلوع إن هؤلاء المعارضين هم أكثر وطنية وبدأ يجند مين رقفة الهجان بدأ يجند البهليل بدأ يجند المنافقين اللي كانوا بيسقفوا ويطبلوا للحكومة الإسرائيلية بدأ يجند الحمير اللي احنا بنتكلم عنهم النهاردة وما أكثرهم واتجندوا وباعوا بلدهم في ثانية باعوا بلدهم في ثانية باعوها باعوا بلدهم سبحانك يا رب اللي كانوا بيطبلوا بيزغراتوا وعملين نفسهم ناس وطنية والله باعوا البلد باعوا إسرائيل باعوها وأصبحوا مع رقفة الهجان ضغطهم يا سبحان الله هم دول هم دول هم دول اللي احنا نتكلم عنهم النهاردة هم دول اللي احنا بنحذر منهم النهاردة هم دول خلي بالكم منهم هم دول اللي ممكن يبقون في يوم الايام لأنهم حمير هم دول لانهم اوقفوا العقل لان دول أصبحوا منافقين بالمجان استفادوا إيه شكلكم إيه النهاردة للمرة المليون تطلعوا حمير للمرة المليون تطلعوا كدبين للمرة المليون تطلعوا ما بتفهموش هل دي آخر مرة هتبقى فيها حمار أتحداك الحمار أصبح منهج حيال البعض البعض يتلزز بالحمورية وسبحان الله هو فيه ناس كده تموت في اللي يضحك عليها وتبرر لمن يقتلها وتبرر لمن يسرقها هؤلاء دأبوا على النفاق وهؤلاء هم في الدرك الأسفل من النار ربنا ما قالش القتل في الدرك الأسفل من النار ولقال السارقين ولقال الزناة ولقال أي حد ولقال الطغاة بل بدأ بالمنافقين وقال إن المنافقين أنا في الدرك الأسفل من النار لعزم النفاق وشدة النفاق وخطورة النفاق جنات فعلاً والله أفضل الشام فعلاً هذه جناتهم الحمارية أنا بشكر حضراتكم قبل ما سيبكوا كلمة على الماشي كده شفتوا النهاردة اللي حصل للناس اللي رايحة مدينتي والشروق والرحاب وبدر عملوا لكم كارتة للفلوس بعد إعلان حشان طلعت برضو متضمن الحمير سبحانك يا رب الناس بتتكلم عن إعلان ومهنية الإعلان وشكل الإعلان دخلت إن طلعت مصطفى من الرجال من الرئوس الأموال الوطنية ورجل أعمال وطني وطلع حشان طلعت مع عمر أدي بيقوله إحنا عملنا الأسمرات أوعدكم إن الكلمة دي هيدفع تمانا عشان طلعت مصطفى خلي كل حاجة فوقتها ولي كل حديث حديث شكرا لحضراتكم وشوفكم الحلقة الجاية دمتم جميعا بألف خير والسلام عليكم ورحمة الله